اشتركوا في القناة وقالت في تأكيد انتقال نجله لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 20-24 وقال والد ميسي أثناء تواجده في مطار برشلونة صباح اليوم السلساء في تصريحات بعد أن تم سؤاله هل وقع ميسي لسان جيرمان وكانت إجابته نعم التوقيع تم وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعة القليلة القادمة التي يمثل فيها اللاعب العملاق الفرنسي ترجمة نانسي قنقر